الكتاب ايضا في سفر دانيال بيتكلم عن فتي ثلاثة الهم رجال وقفوا امام الملك نبو خضنصر وحمل اتون سبع اضعاف وقال يا نبو خضنصر يعني لا يلزم ان نجيبك عن هذا الامر هو ذا الهنا الذي نعبده فلما كان التحدي انه يعبدوا آلهة اخرى فرفضوا وفعلا انقذهم الرب واطفقوا قوة النار كما يقول الكتاب المقدس وهكذا منشوف تحدي عظيم في ايام النبي اليا تحدي الملك اخاب الشرير اللي باع نفسه لعمل الشر وتحدي زوجته ايزابيل اللي هي بنت اسبعل خادم آلهة البعل وتحدى كل المملكة على جبل الكرمل وتحدى الانبياء المزيفين الانبياء الكذبة وفعلا الله استخدم الي ان يرد المملكة الى عبادة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة